بشكل شبه يومي تعلن السجون الحكومية في العراق عن وفاة معتقالين لأسباب غالبها لإهمال الطبي والقتل المتعمد تحت التعذيب وبينما هذه العمليات مستمرة تحاول حكومة السودان قلب الحقائق والادعاء بأن عمليات التعذيب في السجون الحكومية قد انتهت كما قال ذلك وزير الداخلية عبدالأمير الشمري لجنة حقوق الإنسان النيابية أكدت أن رسائل شكاوى التعذيب في السجون الحكومية ما زالت تصل إليهم وتتحدث عن تنوع عمليات التعذيب باتباع أساليب قاسية تؤدي في الغالب إلى وفاة المعتقلين أو التسبب لهم بأمراض خطيرة حتى البيانات الحكومية تؤكد استمرار عمليات التعذيب ومن قبيل ذلك بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الذي كشف فيه أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات ضد ضابط تحقيق بعد إدانته بتسبب بوفاة أحد المعتقلين جراء التعذيب بعد أن قام بالاعتداء عليه وضربه وتعذيبه حتى الوفاة ولا توجد إحصائية رسمية لعدد المعتقلين في العراق لكن أرقام متضاربة تؤكد أنها تقارب مئة ألف معتقل يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني وميليشيات الحشد هذا عدا عن المخفيين قسريا في السجون السرية التي يحصل فيها من التعذيب أضعاف ما يحصل في السجون المعلنة